السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا الكيتونين النهاردة هنجرب الصبر أو الصبير أو الصبار أو الهندي أو البرشومي أو التين الشوكي أو الكرموس حسب ما بتسموه في بلدكم وهنشوف مستوى الكيتونات قبل وبعد بجهاز كيتوتشك الحبتين دول تقريبا 100 جرام فيهم من 8 إلى 12 جرام من الكربويدرات وزي ما احنا متعودين هنقسم مستوى الكيتونات قبل مناكل التين الشوكي مستوى الكيتونات كان فصلة 5 يعني احنا في بداية الحالة الكيتونات هناخد الحبتين دول اللي هما تقريبا 100 جرام الساعة دلوقتي 5 يعني بعد مرور ساعة تقريبا من ما أكلنا التين الشوكي مستوى الكيتونات نزل لفصلة 4 هنشوف كمان بعد ساعة ونقيس الساعة 6 ونشوف مستوى الكيتونات نزل لفصلة 3 يعني تقريبا بينزل الساعة بقت 7 يعني مرر 3 ساعات من ساعة ما أكلنا التين الشوكي مستوى الكيتونات فصلة 4 يعني ابتدأ يرتفع ولكن ما زلنا خارج الحالة الكيتونية وزي ما دايما بتأكد ان دي تجاربنا الشخصية اللي ممكن تختلف من شخص لشخص حسب هو بقاله قدية في الكيتو وحسب مستوى نشاطه البدن الخلاصة لو انت لسه بادي في الكيتو او لسه بادري على وصولك للهدف بتاعك فالأفضل ان انت ما تدخلش التين الشوكي من ضمن اللحمية الغذائية بتاعتك ولو فيه اي منتج او اي حاجة حابين تعرفوا اذا كانت بتتأثر على مستوى الكيتونات او لا يريد تبعتولنا على صفحات كيتو تشيك